تنظم إلينا من بيروت مراسلة الغد ليلة خليل ليلة أبدأ معك بقرارات إخلاء سبيل الموقوفين كيف كانت انعكاسات هذه القرارات على الشارع اللبناني وما هو موقف أهالي الضحايا؟ هناك غضب كبير من قبل أهالي الضحايا الذين تفاجأوا بإطلاق صراح جميع الموقوفين في هذه الأثناء هناك دعوة للإنعقاد في جمعية أهالي الضحايا كي يتم اتخاذ قرار بالخطوة المقبلة قد يكون هناك تحرك بعد هذا الاجتماع اليوم وقد يتم تأجيل هذا التحرك علما أن الأهالي لم يذكروا أين سيتحركون إذا كان أمام منزل القاضي غسان عويدات أمام قصر العدل ولكن بحسب الأهالي قد يتم اتخاذ قرار بتأجيل التحرك لغاية يوم غد لأنه يوم غد هناك اجتماع لمجلس القضاء الأعلى عند الساعة الواحدة وقد يكون هناك التحرك في أو أمام قصر العدل أثناء انعقاد مجلس القضاء الأعلى كي يكون هناك نوع من الخطوة الجادة والفاعلة ولأنه اليوم بحسب الأهالي هناك توتر في الشارع اللبناني والبلد مشحون بسبب هذه القضية والخلافات القضائية لذلك يفضلون أن لا تكون خطوتهم تتجه أو تؤدي إلى مزيد من التأزم والإشكال في البلد إذن قد يكون خطوة الأهالي تحصل يوم الغد بتحرك ولكن بالطبع سنبقى على تواصل مع الأهالي لنرى إذا ما كانت سيتخذون القرار اليوم الأهالي غاضبون جدا من إطلاق صراح كافة الموقفين هناك ثور كانت تريدنا لإطلاق صراح 17 موقوفا كانوا لا يزالون موقفين المفاجئ اليوم هو هذا القرار بالتحديد وأيضا قرار ملايحة تمييز بالإدعاء على القاضي بطار دعيني أسألك حسب التحليلات حسب المراقبين ما هي أسباب اتخاذ مثل هكذا قرار مفاجئ كان لكل من يهتم والشارع اللبناني أيضا القاضي بطار يقول بأنه انتظر سنة كاملة أكثر من سنة كي يتخذ القضاء حركة ما أو يتحرك كي يستطيع العودة إلى ممارسة عمله واستكمال هذا التحقيق المتوقف منذ أكثر من سنة والذي توقف أيضا لأشهر طويلة قبل أن يتوقف هذه المدة الطويلة لذلك كان ينتظر أن يكون هناك تحرك ما عندما وجد أنه لا سبيل اليوم لكسر هذا التوقف عن استكمال تحقيقاته اضطر إلى الاتجاه نحو اجتهاد قانوني أو دراسة قانونية منحته الحق في كما يقول بالطبع القاضي بطار لاستكمال تحقيقاته واستكمل التحقيقات بالإدعاء أو خطواته بالإدعاء على مجموعة من السياسيين والقضائيين والأمنيين ولافت كان إدعاءه على مدعام التمييز القاضي غسان عويدات لذلك كان هناك نوع من المبرر بخطوة القاضي طارق البطار فيما البعض الآخر وجد أنه ثمة من يحرق القاضي بطار لأنه كيف الآن بهذه اللحظة بالذات يتحرك فجأة القاضي بطار ولكن أيضا هؤلاء يقولون بأن النصوص القانونية تبطل الإجتهادات ولذلك يعتبرون أنه كما قال أيضا القاضي غسان عويدات أنه قرار البطار العودة إلى التحقيق هو غير قانوني لذلك قام بالإدعاء عليه لأنه خرق القانون وأيضا دعاه لاستجوابه يوم غد ورفض القاضي بطار واعتبر أنه لا يمكن لقاضي مدعى عليه سابقا أن يدعي على المحقق العدلي ولا يمكن أن يكف يده وهو أصلا متنحي عن القضية القاضي غسان عويدات متنحي عن قضية انفجار المرفأ لذلك يعتبر ودعا إلى عدم تنفيذ اليوم القرارات التي اتخذها القاضي غسان عويدات ولكن بحسب المراقبين والقانونيين اليوم الضابطة العدلية هي بيد القاضي غسان عويدات ولذلك الأجهزة الأمنية عليها أن تنفذ قرار مدعى عام التمييز وهي نفذت هذه القرارات وأطلقت صراح جميع الموقفين شكرا جزيلا لك ليلى خليل مراسلتنا من بيروت